بعد أن كنا قد تعرفنا على مفهوم التعلم وتعرفنا كذلك عن أهمية التعلم نتحدث اليوم بإذن الله عن النماذج الرئيسية للتعلم ونقول أن موضوع التعلم حظي باهتمام الدارسين والباحثين في مجال السلوك التنظيمي والعلم أهم تلك الأبحاث أو النماذج النموذج التقليدي أو ما يعرف بنموذج الاستجابة المكيفة للعالم إيفان بافلوف العالم الروسي إيفان بافلوف هو صاحب هذه النظرية حيث قام إيفان بافلوف بما يعرف بالمذاوجة التكرارية ما بين مسير طبيعي وآخر مسير مكيف وقال أن عملية التعلم تتم عن طريق المذاوجة التكرارية بين هذين المسيرين وقام بتجربته على الكلب وعندما قام بإعطاء الكلب قطعة لحم فأن من الطبيعي باعتبار أن قطعة اللحم تعتبر مثير طبيعي فكان طبيعيا أن يسير لعاب هذا الكلب وعندما قام بجلب مثير مكيف اللي هو الجرس باعتبار أن الجرس هو مثير مكيف عندما دق الجرس للكلب لم يسيل لعاب الكلب وهذا شيء طبيعي أن الكلب يسيل لعابه إذا قدمت له قطعة لحم وليس إذا دق الجرس أمامه لكنه قام بالمذاوجة بجمع هاتين الوسيلتين قطعة اللحم مع قرع الجرس وكلما قرع الجرس وقدم لحم للكلب يسيل لعابه فقام بتكرار هذه العملية أي هذه المذاوجة لذلك سميت بالمذاوجة التكرارية فقام بتكرار هذه المذاوجة أكثر من مرة وفي المرة الآخرة قام بسحب الجرس أي قام بدقة الجرس سحب اللحم عفوا أي أنه قام بدقة الجرس دون تقديم قطعة اللحم فكانت النتيجة أنسى للعاب الجرس ليش؟ لأن الكلب انطبع في ذهنه أن مع قرع الجرس سوف تقدم له قطعة لحم وبالتالي وصل إلى هذه النظرية في التعلم ونقول عموما أن هذا النموذج الكلاسيكي للتعلم على الرغم أنه نجح في ربط أو تفسير التعلم عن طريق الربط بين المثير والاستجابة أو تفسير ردودة فعال السلوك نتيجة لهذه المذاوية على الرغم ذلك لكنه لا يفسر سلوك الفرد المتكامل داخل المنظمات وبالتالي أتى نموذج آخر هو نموذج الأثر للعالم إسكنر العالم إسكنر العالم إسكنر قام هذا العالم بتوضيح أن السلوك يتحدد بالنتائج سوى أن كانت هذه النتائج نتائج إيجابية أو سوى أن كانت نتائج سلبية حيث أن السلوك وفقا لهذا النموذج هو السلوك تطوعي يتم عن طريق هذا السلوك يتم عن طريق التعلم ولا يعتبر هذا السلوك قائم أو نتاج لرد الفعل دون تعلم إذن يفسر هذا النموذج أن السلوك هو عبارة عن رد فعل لكن رد فعل قائم على التعلم وليس رد فعل دون تعلم أو رد الفعل القائم على التعلم إلى أن ألقاكم في محاضرة قادمة استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته